فيما تتسع دائرة البحث عن حلول تخفف وطأة الأزمة المالية بعد أن كثر حجم الطبقات الهشة في المجتمع العراقي ليس هدف حسب بل إن العراقية اليوم بات بين نارين نار الظروف المادية ونار المستقبل المجهول من ناحية تحصين الوضع الاقتصادي ثلاث خيارات كانت تتصدرها المالية النيابية بخصوص الرواتب لكن بحسب مصادر النيابية فإن الحديث عن فرضية الاستقطاع ستنتهي للتحول إلى ضريبة دخل على رواتب الموظفين أي أن الضريبة تشمل كل من يتقاض راتبا من الحكومة سواء كان برلمانيا أو حتى رئيسي الهزراء والجمهورية بنفي واضح على حديث أشيع عن عدم شمول النواب من الضريبة المصادر أشارت الاحتمالية أن تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود حيث أن اللجنة المالية ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع إلى الضريبة اللجنة المالية أعلنت تخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين أما ما يرجح السير عليه أن تصل النسبة الضريبة على رواتب الموظف 15% إذا كان راتبه مليون فما فوق ما يوفر قرابة ثلاثة تريليونات دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين الاقتراحات وما سبقها في قرارات ماضية كلها تبقى في نظرة المواطن الفقير حاجة ماسة لأن يلمس تغييرا حقيقيا في واقعه المعيشية لكن عدم التطبيق في كل مرة نتيجة الفساد المسيطر على مفاصل الدولة ما قد يحيل الضرائب إلى نتائجه القاسية من جديد يطالب العراقيون بضرورة استرداد أموال الفاسدين والأموال المهربة لأجل تحقيق فائدة حقيقية من فرض الضرائب على الرواتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة